قال موهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في مدينة رفح وأشار العكلوك إلى أن المدينة شاهدت خلال الساعات الماضية عددا من المجازر بحق المدنيين اليوم تستكمل حلقة جديدة من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بعد أن قتلت وأصابت أكثر من 100 ألف فلسطيني بعد أن دمرت أكثر من 370 ألف بيت في فلسطين بعد أن دمرت أحياء بكاملها مدارس جامعات مئات المساجد والمراكز الصحية اليوم الأنظار جميعها تلتفت إلى جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب في رفح